طبعاً موضوع الأمن الرياضي ده أحد أهم الموضوعات الخاصة بتنظيم الأحداث مش بس الأحداث الرياضية أي إيفنت أو أي حدث هيتم تنفيذه لابد من وجود دور مهم جداً للأمن لإنجاح الحدث ده طبعاً خصوصاً إذا كان هذا الحدث هو حدث رياضي بحضور جماهيري كسيف طبعاً لابد من وجود دور مهم جداً للأمن الرياضي الحقيقة أن موضوع الأمن الرياضي في مصر اختلف تماماً ما قبل وما بعد سنة 2019 بسبب أن مصر نجحت في تنظيم بطولة كاس الأمم الأفريقية سنة 2019 وكان التنظيم بنجحة جديدة لأن كان اعتماد على شركات متخصصة في التنظيم والتأمين وتنظيم دخول الجماهير وخلافه والحقيقة مصر استثمرت هذا النجاح في أن هي قدرت تستمر على يعني اكتسبت هذا النجاح وطورته في أن هي بدأت يعني يبقى فيه تنظيم جيد للأحداث الرياضية في مصر وخصوصاً الدوري العام للكرة القدم لأن أنا بعتبر الدوري العام ده هو العمود الفقري للكرة القدم الدوري هو صلب اللعبة في مصر اللي من خلاله بيتم انتقاء اللعيبة للمنتخبات بين خلاله بيتم تقييم الدول عموماً درجة الدول إيف تقدمها من خلال الدوري المحلي بتاع الدولة فمن بعد 2019 يعني على أثر نجاح التنظيم تكونت طبعاً ربطة الأندية اللي من خلالها بدأت تنظيم الجيد لكرة القدم والدوري المصري وكان من خلال ربطة الأندية وجود شركة وطنية متخصصة في موضوع التأمين الرياضي احنا عندنا الدوري 34 أسبوع تقريباً كل أسبوع بيبقى فيه 9 مباريات للدوري فتخيالي حضرتك أن لو حصل في ماتش من الماتشات دي خروج على النص من أي حد من المنظومة سواء كان من الجماهير أو للعيبة وده وارد وبيحصل في كل دول العالم فلو ما فيش دور للتأمين أكيد هيبقى فيه تدعيات تؤدي إلى توقف اللعبة تماماً والأحداث دي بتتحط ترند على مستوى العالم يعني لو حضرتك بسيطة احنا دلوقتي العالم كله بقى مفتوح والترند ده موجود في أي مكان هتلاقي حضرتك الصورة والملعب والأحداث بتتنقل على كل دول العالم فنجاح التأمين ده يعتبر نجاح بيتحط في رصيد الدولة وقدرتها على أن هي قادرة على تنظيم أحداث الدورة بتاعها ممتظم عندهم قدرة على أن هما يدخلوا جماهير بكسافة ممكن توصل لخمسين ألف وستين ألف في حيز استاد يعني محيطه الناس دخلت وخرجت في أمان انتقلت بموصلات آمنة ما حصلش تدافع ما حصلش تحرش ما حصلش سرقات ما حصلش أي حاجة اللعيبة في أرض الملعب والحكام اتوفر لها الجو المناسب عشان هما يقدوا المتش وكل ده متصور لايف ومتزاع في كل دول العالم فأي خطأ في التأمين الرياضي ده يسوي حاجات كتيرة جدا فوجود شركة متخصصة في تأمين الدوري اللي هو أنا بعتبره يؤدي إلى نجاح كافة المنظومة يعني لازم يبقى فيه دور مهم جدا للتأمين لأن حضرتك عارفة طبعا أن فيه رعاة وفيه يعتبر بيزنس يعني هي تعتبر تجارة مهمة جدا فمن غير الأمن الرياضي مفيش نجاح لتنظيم أي فعالية وخصوصا الفعاليات الرياضية وهو ده الدور المهم اللي بتقوم بيه الشركة الأفريقية فيه المساهمة فيه إنجاح الدوري المصري السنادي والسنتين اللي فاتوا طبعا في النهاية أنا أحب أوجه رسالة لجماهير الكرة هي مفادها إن نجاح المنظومة الرياضية هو منصب في الأساس على الجماهير الجماهير تملي بتنادي إن مفيش رياضة ومفيش كرة من غير جماهير ودي حقيقة لأن أشبه بمصرحية وبتتمثل وممثلين على خشبة المصرح ومفيش جمهور قاعد بتفرج عليهم الموضوع بيختلف كل وجزئي لكل المنظومة سواء كانت اللاعبين اللي في أرض الملعب أو لعناصر التأمين اللي بتأمن أنا هوف بأمن ومفيش الجمهور اللي أنا بأمنه الناس اللي شغالة في مجال الميديا والإعلام مفيش الجمهور اللي هو جاي يشوفه يعني الرياكشن بتاعه وعايز يشتغل مش شايف مش شايف جماهير فنجاح المنظومة الرياضية بالكامل منصب على الجماهير فالتزام ووعي الجماهير هو شريك أساسي في النجاح فزا كنت حضرتك بتنادي إن الرياضة للجماهير وإن لازم أحضر المطش فلازم حضرتك تبقى عارف وعندك وعي لدرجة خطورة حضور الجماهير إن أي خطأ يسبب أرواح فقد أرواح فقد ممتلكاته ده مش مسموح به لأن يعني إحنا المصري المصريين يعني الشعب المصري ده عزيز علينا وما ينفعش بسبب مباراة أو بسبب حاجة يحدث مثلا حد يفقد حياته فلازم الالتزام التام بيتعليمات تأمين المباريات لازم حضرتك تساعد الناس اللي شغالة في المنظومة الرياضية بالتزامك لأن التزامك ده هو اللي هيسهل عليهم شغلهم لازم حضرتك تبقى فاهم وعارف أنت رايح فين وهتدخل الاستاد منين وهتقعد فين وإيه اللي مطلوب منك من أول ما تيجي لحد ما تغادر لأن ده هو اللي بينجح المنظومة هو ده اللي بيعرض الصورة الحضرية للفريق اللي أنت بتشجعه أو للدولة اللي أنت بتشجعها الحقيقة كلام محترم جدا من العبيد محمود القاضي